هذا هو واقع الشيعة حقاً وصدقاً وتحقيقاً وتدقيقاً إنه واقع الشيعة الذي عاشه أجدادنا وآباؤنا في الأجيال المتقدمة ولازلنا نعيشه نحن وسيعيشه من بعدنا أبناؤنا وأحفادنا نحن حمير المرجعية يا له من فخر عظيم أن نكون حميراً عند هؤلاء الحمير إننا حمير ولكن عند الحمير أي فخر أي منزلة عظيمة ونحن حمير عند الحمير هذا هو الواقع الحقيقي للشيعة من دون رتوش من دون مجاملات ومصانعات حمير عند الحمير من أين جاء حميرنا سادتنا الحمير بهذه القذارة بهذه الفتوى النجسة من أين جاءونا بهذه القذارة التي تتعارض بالكامل مع منطق القرآن ومع منطق العترة الطاهرة لقد أخذوا هذا بالتقليد وبالتوارث من العلماء الحمير الذين سبقوهم بحسب التتبع في كتب الشيعة فإن أول من أصدر هذه الفتوى الفتوى في الوسط الشيعي هو هذا الذي يقال له المقدس الأردبيلي وأنا أسميه بالمضرط الأردبيلي إذن أول من أصدر هذه الفتوى هو المضرط الأردبيلي الذي نعرفه في الوسط الشيعي بالمقدس الأردبيلي هذا هو أول واحد بحسب الكتب المتوفرة لدينا المقدس الأردبيلي كما يقول الطوسيون المضرط الأردبيلي كما أقول أنا توفي سنة تسعمية وثلاثة وتسعين للهجرة إذن هذا هو أول زمن بحسب الكتب الموجودة لدينا أول زمن لهذه الفتوى قبل هذا التأريخ لم نجد في الكتب الشيعية لا عينا ولا أثرا لهذه النجاسة الفتوائية القذرة إذن أول حمار من ساداتنا الحمير من مراجعنا الكرام الذين أصدروا هذه الفتوى هو المقدس الأردبيلي بحسب الطوسيين المضرط الأردبيلي بحسب أنا من هو هذا المقدس الأردبيلي؟ لا بد من مقدمة وبعد ذلك أحدثكم عن المقدس الأردبيلي المقدمة تعود بنا إلى الدولة الصفوية الصفويون أساسا لم يكونوا من الشيعة كانوا من الصوفية السنة وأصلهم من مدينة أردبيل فهذا المقدس الأردبيلي من المدينة نفسها والمقدس الأردبيلي من عائلة ثرية فهو على علاقة بالجو الصفوي الأردبيلي سنة تسعمية وخمسة للهجرة استطاع شاه إسماعيل الصفوي وكان صغيرا جدا في عمره كان فتيا استطاع أن يقود جنوده وأن يسقط الدولة التركية التي كانت تحكم العراق وأذربيجان التي تعرف بدولة الخروف الأبيض إنهم قوم من الأتراك وأن يؤسس الدولة الصفوية وشيئا فشيئا استطاع أن يسيطر على كل إيران وعلى كل العراق سنة تسعمية واربعطعش للهجرة أسقط دولة الخروف الأبيض سنة تسعمية وخمسة واستطاع أن يبسط سلطته على كل إيران وكل العراق سنة تسعمية واربعطعش للهجرة وفي تلك السنة ذهب إلى العتبات سأل عن الموطن الذي عسكر فيه أمير المؤمنين لما رجع من معركة الخوارج من معركة النهروان فدلوه على الموطني القريب من الحلة حيث عسكر أمير المؤمنين هناك عسكر هناك ثم تحرك لزيارة العتبات أتحدث عن شاه إسماعيل الصفوي قطعا قبل هذه الواقعة قبل أن يدخل إلى العراق شاه إسماعيل الصفوي باعتبار أنه سني وتشيع بعد ذلك إنه يبحث عن جهة شرعية تعطي لدولته شرعية دينية وفقا للمذهب الشيعي إنهم يسمونه بالمذهب الشيعي لست أنا أنا إذا قلت المذهب الشيعي إنني لا أستعمل المذهب بالمعنى الإصطلاحي وإنما بالمعنى اللغوي يعني الاتجاه الطريق فتوجه إلى العراق الحوزة الكبيرة كانت في الحلة أما في النجف فهناك حوزة صغيرة أبرز علماء الحلة آنذاك إبراهيم القطيفي إبراهيم بن سليمان القطيفي وأبرز أبرز علماء النجف آنذاك هو علي ابن عبد العالي الكركي العامل من لبنان والذي يعرف بالمحقق الثاني بين الطوسيين علي ابن عبد العالي الكركي الذي يعرف بالمحقق الثاني قبل أن يسافر شاه إسماعيل باتجاه العراق بعث بالهدايا والتحف إلى الحلة إلى أبرز علمائها إلى إبراهيم القطيفي وبعث بالهدايا كذلك إلى النجف إلى أبرز علمائها إلى علي الكركي القطيفي رفض الهدايا وأرجعها إلى إسماعيل الصفوي مخبرا الذين حملوا الهدايا من أنه ليس محتاجا لها أما الكركي في النجف فقد استقبل الهدايا وأخذها وشكر شاه إسماعيل شكرا عظيما من هنا تولد في العراق اتجاهان بخصوص الحكومة الصفوية حوزة الحلة بشكل عام كانت تعارض الدولة الصفوية وحوزة النجف بشكل عام وإن كانت صغيرة كانت تؤيد الدولة الصفوية وبقي القطيف إلى أن مات معارضا للدولة الصفوية وبقي الكركي إلى أن مات مؤيدا ومساندا للدولة الصفوية هذه الصورة بدت واضحة لشاه إسماعيل ولذا حينما نزل قرب الحلة لم يتواصل بشكل قوي مع حوزة الحلة وإنما تواصل مع حوزة النجف وتوثقت علاقته بشكل قوي مع علي الكركي مع الشيخ علي الكركي الذي كان مرجعا معروفا في النجف آنذاك وطلب منه أن يأتي إلى إيران وفعلا علي الكركي سافر إلى إيران وأخذ عائلته معه وبقي مدة من الزمن هناك من سنة تسعمية وستعاش إلى سنة تسعمية وعشرين بعد أن حدثت معركة كبيرة بين الصفويين والعثمانيين في منطقة تشالديران انتصر فيها العثمانيون انتصارا ساحقا على الصفويين وخرجت أرض العراق من سلطة الصفويين رجعت إلى سلطة العثمانيين بعد تلك المعركة كادت الدولة الصفوية أن تنهار بعد هذا بفترة وجيزة رجع علي الكركي إلى النجف واستقر في النجف اسماعيل الصفوي توفي سنة تسعمية وثلاثين للهجرة وجاء من بعده ولده وكان صغير السن ولده الشاه طهماسب الشاه طهماسب هو الذي طلب من علي الكركي أن يعود إلى إيران وأن يكون حاكما فعليا في إيران عاد علي الكركي إلى إيران أيام الشاه طهماسب وصلطه على البلاد والعباد حكاية مفصلة لا مجال للخوض فيها الذي كان بمقام الصدارة بمقام رئاسة الوزراء الكركي كان شيخ الإسلام إنه الحاكم الشرعي للدولة أوامره نافذة في العزل والتنصيب وفي كل شيء الذي كان بمثابة رئيس الوزراء من تلامذة الكركي إنه السيد نعمة الله الحل من أهل الحلة كان من تلامذة الكركي لكنه اختلف معه بعد ذلك ولذا فإن الشاه طهماسب عزله وأرجعه إلى العراق والتحق نعمة الله الحل ب إبراهيم القطيفي الذي كان معارضا للدولة الصفوية وكان معاندا ومعارضا ورافضا لمنهجية علي الكركي حكايتهم طويلة إذا كان المؤرخون الذين يؤرخون لتأريخ حوزة النجفي في القرن الماضي يتحدثون عن نزاع واسع وعريض بين كاظم الخراساني صاحب كفاية الأصول وكاظم اليزدي صاحب العروة الوثقى الصراع بين الكاظمين فإن الصراع الذي كان بين الكركي وبين القطيفي كان في صورة هي أشد وأشد وأشد من الصراع الذي كان بين الكاظمين مع أن الصراع الذي كان بين الكاظمين في النجف كان صراعا شديدا لكن الصراع بين الكركي والقطيف كان أشد وأشد كما قلت لكم هناك اتجاه يوافق الدولة الصفوية واتجاه يعارض الدولة الصفوية وحدثت للكركي المشاكل والمشاكل في إيران أيضا رجع إلى النجف رجع إلى النجف ولم يكن معلوما هل سيستقر في النجف لمدة طويلة أو أنه سيبقى لمدة قصيرة ويعود بعد ذلك إلى إيران في سفره هذا قتل مسموما في وليمة في أحد بيوت كبار العلماء في النجف وفي عيد الغدير في يوم الغدير دعي على مأدوبة طعام إنه طعام الغداء فقتلوه مسموما من قتله؟ هل قتله الشاه طهماسة؟ هل قتله الذين كانوا يعارضونه من السياسيين الصفويين والذين كانوا لا يقتنعون بقراراته وبأوامره وكانوا يناقشون الشاه طهماسب إلا أنه يقدم قرارات علي الكرك هل الشاه طهماسب خطط لذلك مستبعد هذا؟ لأن العلاقة كانت بين الرجلين كما يبدو كانت علاقة متينة وإن كان صاحب السلطان كما يقول أمير المؤمنين كراكب الأسد لا يدري متى يسقطه على الأرض ويفترسه فصاحب السلطان كراكب الأسد الناس ترى راكب الأسد وتمتدحه وتتعجب من شجاعته من أنه يصعد على ظهر الأسد لكنهم لا يعلمون متى سيسقطه الأسد على الأرض كي يفترسه فصاحب السلطان هكذا فلا ندري هل أن الشاه طهماسب أسقطه على الأرض وافترسه؟ أم أن الذين كانوا على خلاف شديد مع الكركي وبسبب ذلك الخلاف الشديد جاء مسافرا إلى النجف تحت عنوان الزيارة وتحت عنوان أن يغدق بالأموال على العتبة العلوية وعلى قطان المدينة وعلى الحوزة هناك بالنتيجة قتلوا الرجل مسموما هل قتله علماء النجف؟ لأنهم خافوا من أن يبقى في النجف وتكون السلطة العليا له؟ ربما للمقدس الأردبيلي يد في ذلك لا أمتلك دليلا على أن المقدس الأردبيلي كان وراء هذا لكنني لا أحسن الظن بمراجع الشيعة الخوئي على سبيل المثال الخوئي على سبيل المثال الخوئي الذي يعرف عنه الجبن الشديد الرجل كان جبانا إلى أبعد الحدود ربما لا يوجد في الأرض من هو أكثر جبنا من الخوئي في زمانه الخوئي الذي كان يعرف عنه الجبن الشديد وكان يعرف عنه الخوف من كل شيء وفي الوقت نفسه كان الرجل بحسب الظاهر موادعا مسالما لا يؤذي أحدا ولكننا إذا دخلنا في كواليسه فإن ولده جمال الخوئي وبمحضره ولعدة مرات يطالب مدير أمن النجاف أن يعجل البحثيون في إعدام محمد باقر الصدر ويقول له بغضب لماذا أنتم تؤخرون إعدامه هل تريدون أن تنشئوا لنا خمينيا آخر في النجاف عجلوا بإعدامه هذا الموضوع ذكرته لكم وبالوثائق والشهود الأحياء موجودون لا أريد أن أعيد الكلام الذي ذكرته مفصلا في الحلقات المتقدمة من هذا البرنامج وفي برامجي السابقة ماذا يفهم البعثيون من هذا أن الخوئي يريد هذا وإلا لأسكت ولده أساسا ولده هل كان يقول هذا الكلام لمدير الأمن في النجاف بمحضر أبيه لو لم يكن عالما بأن أباه يريد هذا لو كان أبوه لا يريد هذا لن يقول جمال الخوئي هذا الكلام ويؤيد هذا موقف الخوئي حينما أرادت الحكومة البعثية أن تختبر الأوضاع في النجاف فرفعت الحصارة عن محمد باقر الصدر لعدة أيام وفي تلك الأيام أصر الكثيرون على الخوئي من وجهاء النجاف ومن علماء النجاف أن يذهب لزيارة محمد باقر الصدر فإنه إذا ما ذهب لزيارة محمد باقر الصدر فإن الحكومة ستعرف من أن الحوزة والمرجعية تؤيد محمد باقر الصدر فلا تفكر في شيء يؤذيه لقد ألحوا عليه ورفض رفضا قاطعا وحينما جاءوا لاعتقال محمد باقر الصدر إنه الاعتقال الذي أعدم فيه رفع سماعة التليفون كي يتحدث مع الخوئ وكان ذلك بإلحاح من أخته آمنة التي تعرف ببنت الهدى طلب من الخوئ أن يرعى عائلته لأن البعثيين كانوا يهددون بانتهاك حرمة هذه العائلة الخوئ سد الباب في وجه محمد باقر الصدر قال له ما تدخلت في السابق لم أتدخل ولن أتدخل في اللاحق وأغلق التليفون بوجه محمد باقر الصدر هذا وغيره حينما نطلع عليه هل نستطيع أن نحسن الظن بالخوئ الخوئ كان سببا واضحا ومؤكدا في الأسباب التي أدت إلى إعدام محمد باقر الصدر فلا أستطيع أن أحسن الظن بالمقدس الأردبيلي كما أطلق عليه إنه المضرط الأردبيلي لا أستطيع أن أحسن الظن بالمضرط الأردبيلي لأنني إذا ما نظرت إلى الشخص المستفيد من قتله من قتل المحقق الكرك إنه المقدس الأردبيلي صار مرجعا عاما للشيعة وصار زعيما لحوزة النجف وصارت الدولة الصفوية بخدمته قطعا هذا الأمر لم يأتي جزافة هذا الأمر دبر له بليل لا أتحدث عن مقتل الكرك وإنما أتحدث عن بروز نجم المقدس الأردبيلي المقدس الأردبيلي لم يكن شخصا مهما حينما كان الكرك موجودا حينما كان الكرك موجودا في النجف وحينما كان الكرك موجودا في إيران يبدو أن الحكومة الصفوية هي التي دفعت به إلى النجف لأن الحكومة الصفوية أرادت أن تجعل الحوزة القوية في النجف ولذا في الفترة التي كان فيها الكرك موجودا في النجف أيام شاه إسماعيل كان شاه إسماعيل يرسل سنويا للمحقق الكرك سبعين ألف دينار ذهب لأجل أن يوسع الحوزة ولأجل أن ينتفع منها في بسط مرجعيته وبهذه الطريقة انقرضت حوزة الحلة لأنها كانت معارضة للدولة الصفوية طلاب الحوزة الذين كانوا يأتون من جبل عامل العامليون من العلماء وطلاب الحوزة كانوا يمثلون جيلاً واسعاً في حوزة الحلة هؤلاء قدموا لهم من العطاء والمساعدات فتوجهوا إلى إيران ولذا فإن الكثير من علماء جبل عامل توجهوا إلى إيران زمان الدولة الصفوية ما هو الكركي نفسه هو عاملي أيضاً هو لبناني عاملي أيضاً خلت حوزة الحلة من العامليين والذين كانوا يمثلون جيلاً واضحاً ويحتلون مساحةً واسعةً في حوزة الحلة رحلوا إلى إيران وهناك من ذهب إلى حوزة النجف خصوصاً حينما أصدر الكركي بياناً أيام وجوده في إيران يشجع الشيعة على أن يطلب العلم في جوار أمير المؤمنين وبيّن في بيانه ما في ذلك من ثواب وأجر وبركة كل هذا لتضعيف حوزة الحلة وليس رغبة في الثواب والأجر للعداء الشديد الذي كان بين القطيف وبين الكرك في هذه الأجواء ظهر المقدس الأردبيلي في النجف لكنه كان على الحاشية الدولة الصفوية أعطت الكرك إقطاعات من الأراضي الواسعة لأجل أن يستثمرها في نشر مرجعيته وحوزته وهذه قضية الإقطاعات ليست جديدة في تأريخ مراجع الشيعة أولهم أول الذين عرف هذا الأمر عن المرتضى الشريف المرتضى يسمى بالثمانين لأنه كان يمتلك ثمانين قرية في الفرات الأوسط هذا عطاء العباسيين لعميلهم لرفيقهم للشريف المرتضى والذي قدم لهم خدمة لن ينساها العباسيون له حتى حينما يحشرون في جهنم قدم لهم الشيخ الطوسي الذي أسس لهم المذهب الطوسي اللعين واستطاعوا أن يتخلصوا من الشيعة وإلى يومنا هذا من شيعة العترة الطاهرة كان الشريف المرتضى إقطاعيا نحن لا نلوم الشيوعيين حينما يقولون من أن مراجع الدين لهم علاقة وصلة بالإقطاعيين في العراق هذه حقيقة حقيقة هناك الإقطاعيات الدينية وهناك الإقطاعيات العشائرية من شيوخ العشائر التواصل بين الإثنين كان متينا جدا العلامة الحل العلامة الحل كان يعيش في الحلة كما يعيش الصلاطين لأن المغول ملكوه المساحات الواسعة من الأراضي فكان يعيش كما يعيش الصلاطين تعلم هذه الطريقة في العيش حينما رافق سلاطين المغول رافقهم لمدة زمانية طويلة فلما رجع إلى الحلة عاش بنفس الطريقة وسلطه المغول على مساحات واسعة من الأراضي في منطقة الفرات الأوسط وهي أراضي صالحة للزراعة فاستثمرها الحكاية هي هي مع علي بن عبد العالي الكركي لو كان المقام للحديث عن هذه الأمور التي لا تعرفها الشيعة مذكورة في كتب التاريخ في كتبنا في الكتب التي ترجمت لعلماء الشيعة لو كان الحديث عن مثل هذه المضامين لبصت القول لكم في هذه المضامين الحال هو هو الآن السستاني تسلط على العراق السستانيون امتلك العراق الأمر هو هو مثلما سلط العباسيون الشريف المرتضى على المساحات الواسعة من الأراضي ومثلما سلط المغول العلامة الحلي على المساحات الواسعة من الأراضي ومثلما سلط الصفويون الكركي على المساحات الواسعة من الأراضي ها هو اقتصاد العراقي تحت أقدام السستاني السستانيون يعبثون باقتصاد العراقي كما يشاءون صاروا في حال لا يحتاجون فيه إلى الخمس وإن كان الخمس مهما بالنسبة لهم لكنهم صاروا في حال لا يحتاجون إلى الخمس صاروا يفكرون بالاستثمارات الهائلة الواسعة الحكاية هي الحكاية والأيام هي الأيام نذهب إلى فاصل شاه إسماعيل الصفوي توفي سنة تسعمية وثلاثين للهجرة علي ابن عبد العالي الكركي توفي سنة تسعمية واربعين للهجرة قتل مسموما في النجف في عيد الغدير نعمة الله الحل الذي كان من تلامذة الكركي وكان صدرا أعظم بمثابة رئيس الوزراء في الدولة الصفوية عند الشهطة ماساب وبعد الخلاف الذي حدث فيما بينه وبين الكركي طرد إلى العراق والتحق بإبراهيم القطيف في الحلة بعد مقتل الكركي بعشرة أيام توفي نعمة الله الحل يبدو أنهم سمموه أيضا مباشرة هذه الحكاية حكاية الخلاصي من عبد الأعلى السبزواري والخلاصي من محمد تقي الخوئي والخلاصي من علي الغروي والخلاصي من مرتضى البروجردي والخلاصي من محمد الصدر حيث قتل هو وأولاده الحكاية هي الحكاية قتلوا الكركي مسموما لا ندري من قتله وكذلك هؤلاء لا ندري من قتله محمد الصدر المعروف أن البعثيين قتلوا لكن الباقين لا ندري من قتله الكركي لا ندري من قتله الاتهامات متوزعة نعمة الله الحل لا ندري السبب في وفاته مباشرة بعد مقتل الكركي بعشرة أيام توفي نعمة الله الحل وكان شخصية مؤثرة جدا في الواقع الديني كان من علماء الدين وفي الواقع السياسي كان سياسيا من الطراز الأول ولذا صار رئيسا للوزراء عراقي هو من الحلة فكيف صار رئيسا للوزراء عند الأتراك المتعصبين لقوة شخصيته ونفاذ كلمته وله وله سلطة اجتماعية كانت على الكثير من عشائر الفرات الأوسط هنا برز أحمد الأردبيلي الذي يقال له المقدس الأردبيلي بعد تصفية هذه الشخصيات برز المقدس الأردبيلي ونشر عنه الحكايات والحكايات ربما البعض منها فعلا كان قد قام به مثل ما ينقل عن السيستان مثلا أنه ما يأكل جامر جابولا جامر أو ما أكل جامر مع أن القيمر يأكله فقراء العراق وبسطاء العراق والقيمر في العراق القشطة القشطة العراقية قشطة حليب الجاموس قشطة حليب الجاموس نسميها في العراق بالقيمر القيمر إنه طعام شعبي يباع في الأسواق الشعبية الجميع يكلونه ما هو ما هو بطعام الأمراء ولا بطعام الوزراء لكنه الضحك على الذقون أو أنه لا يشرب عصير البرتقال مثلا أو أنه يلبس صايا يعني قباء الآن منذ أربعين عاما لم يبدله إلى غير ذلك من هذه الحكايات ربما مارسها لمرتين لمرتين أمام الناس لأجل أن تنقل عنه وهذا الأمر يمكن أن صدر من المقدس الأردبيلي لكي تحكى عنه الحكايات مع الإضافات الكثيرة من الأكاذيب والترهات الحكاية هي الحكاية والضحك على الذقون هو الضحك على الذقون ليس في زمان السستان فقط ولا في زمان المقدس الأردبيلي فقط إنما على طول كل الأزمنة في زمان كل مرجعية من المرجعيات الطوسية يتكرر هذا الموال تتكرر هذه الحكاية روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات محمد باقر الخنساري الجزء الأول من طبعة الدار الإسلامية بيروت لبنان في الصفحة الثامنة والثمانين رقم الترجمة التسعطعش العالم العلم الفقيه المتكلم المقدس الصمداني مولانا أحمد ابن محمد الأردبيلي الأذربيجاني أمره في الثقة والجلالة والفضل والنبالة والزهد والديانة والورع والأمانة أشهر من أن نؤدي مكانه أو نتصدى بيانه كيف وقدسية ذاته وملكية صفاته نسبة إلى الملائكة وملكية صفاته مما يضرب به الأمثال في العالم في العالم في العالم الشيعي كالخلق الجميل من النبي وشجاعة الوصي الولي وسماحة حاتم إنه حاتم طي وفي لؤلؤة البحرين لؤلؤة البحرين كتاب إنه كتاب ليوسف البحراني وفي لؤلؤة البحرين إنه لم يسمع بمثله في الزهد والورع له مقامات وكرامات ذكره شيخنا المجلسي رحمه الله في البحار في جملة من رأى القائم عليه السلام وأنه قد انفتحت له أقفال الروضة المقدسة الغروية وكلمه الإمام عليه السلام وكلمه أمير المؤمنين من ضريحه الشريف هذه الحكايات موجودة في كتب علمائنا حينما يتحدثون عن المقدس الأردبيلي من دون سند قطعا أحاديث أهل البيت بأسانيدها ومصادرها ترفض وحكايات الترهات لكرامات المقدس الأردبيلي المضرط الأردبيلي كما أنا أقول عنه وعلى مسؤوليتي إنني أتحدث وأنا مسؤول عن كلامي هذا المضرط الأردبيلي له من الكرامات الكثير في صفحة التسعين وفي حدائق المقربين هذا كتاب حدائق المقربين كتاب ألفه صحر الشيخ المجلسي صاحب البحار بطلب من الشاه الصفوي حسين الصفوي هو آخر شاهات الدولة الصفوية وفي زمانه سقطت الدولة الصفوية سأقرأ عليكم منه أيضا موجود عندي وفي حدائق المقربين ينقل صاحب روضات الجنات عن حدائق المقربين وفي حدائق المقربين أنه المقدس الأردبيلي أنه كان يخرج كثيرا من النجف الأشرف إلى زيارة الكاظمين عليهم السلام على دابة الكراء يكري يؤجر فاتفق أنه خرج في بعض أسفاره ولم يكن معه مكاري الداب صاحب الداب فلما أراد أن يخرج من الكاظمين أعطاه بعض أهل بغداد رقيمة يوصلها إلى بعض أهل النجف المراد من الرقيمة رسالة ورق مكتوبة فلما أراد أن يخرج من الكاظمين أعطاه بعض أهل بغداد رقيمة رسالة يضعها في جيبه يوصلها إلى بعض أهل النجف فأخذها وضبطها في جيبه وضعها في جيبه ثم لم يركب بعد على الدابة فكانت هي تمشي قدامه إلى النجف وهو يمشي وراءها ويقول أنا لم أوذن من المكاري في حمل ثقل هذه الرقيمة أي قداسة هذه هذا استحمار هذا استحمار يا أيها المقدس الأردبيلي أنت حين دفعت مالا كي تركب على الدابة كي تركب على الحمار حين دفعت مالا فيقصد من ذلك أنك وما يرتبط بشأنك فهل أنت حينما تأكل طعاما ويزداد وزنك في الطريق بسبب الطعام الذي دخل إلى معدتك أو بسبب الشراب الذي تشربه يزداد وزنك فلابد أن تمشي أيضا ولابد أن تترك الحمار يمشي أمامك ما هذا المنطق الحميري يا أيها المضرط الأردبيلي يا حبيبي هذا هو الفقه العظيم وهذا هو الذي أنتج لنا هذه الفتوى النجسة من عقل خرطي أدري أن تم أجر المطي تتمشي ويا من الكاظمية للنجسة يا مطي أم أجر المطي حتى تتمشي ويا فهذا لا يجوز لا يجوز أن تؤجر حمارا كي ترافق الحمار في نزهة يا أيها المضرط الأردبيلي هذا لا يجوز هذا إسراف أن تؤجر حمارا وأن ترافق الحمار في نزهة يا أيها الحمار هؤلاء يضحكون عليكم هذه الحكاية كحكاية عباءة السستاني وكل شخص يقول رقما معينة أحدهم يقول من أن السستاني أخبره من أن عمر عباءته أربعون سنة والآخر يقول ثلاثون سنة والآخر يقول عشرون سنة ولا ندري كم عمر عباءة السستاني يضحكون عليكم ويقولون لكم من أن بيت السستاني لا توجد فيه أجهزة تكييف وأجهزة التكييف في بيت السستاني نصبت أيام الحصار هذه معلومة دقيقة جدا لستم اعترضا على ذلك لكنني أعترض على أكاذيبه أمر طبيعي أن تنصب أجهزة التكييف في البيوت خصوصا في بيت كبيت السستاني إنه محط أنظار الناس أنا لستم اعترضا على أن يتمتعوا بحياتهم إنما أعترض على أكاذيبهم وعلى ضحكهم على ذقون الشيعة الخطباء الحمير في الخليج على المنابر يقولون للشيعة من أن بيت السستاني ما فيه شيء من أجهزة التكييف وأجهزة التكييف منصوبة منذ أيام الحصار منذ الوقت الذي كان العراقيون يخلعون أبواب بيوتهم وشبابيك بيوتهم لبيعها كي يعيشوا بأثمانها السستاني وضع أجهزة التكييف في بيته في ذلك الوقت يقولون للناس من أن السستاني رفض أن يمد إليه خط خاص للكهرباء كي تكون الكهرباء موجودة في بيته طيلة الوقت ومن أنه يعاني من مشكلة الكهرباء مثلما يعاني بسطاء الناس كذابون مولدة كبيرة موجودة في بيت السستاني بيت السستاني يعني ليس هذا المكان الصغير الذي يضحكون عليكم ويقولون لكم من أن بيت السستاني في ثمانين متر أو في سبعين متر هذه أكذوبة المقاطعة التي حول بيت السستاني هذه كلها اشتريت والبيوت تواصلت مع بعضها والذي يدخل إلى الداخل هناك الدهاليس وهناك القاعات وهناك الأجنحة هذا كلام دقيق يضحكون عليكم يضحكون عليكم المولدة الكهربائية أحد المهندسين العراقيين أيام الكورونا استدعوه لتصليحها توقفت هذا المهندس العراقي يقول إنني ما رأيت مثيلا لها لا في دوائر الدولة ولا في بيوت العراقيين ولم يتمكن من تصليحها كما هي لماذا التجأوا إلى المهندس العراقي لأن الذي يشرف عليها مهندس إيراني كان قد ذهب إلى إيران ولم يتمكن من الرجوع بسبب أيام كورونا وإلا فالمهندس الذي يشرف عليها إيراني يضحكون عليكم مسخرة أنتم هذه المسخرة هي هي منذ القرون الماضية وإلى وقتنا الحاضر جناب الأغا محتاط منطينا ورقة يأخذها من الكاظمية للنجف الأخ محتاط يقول هذا الوزن أنا ما متفق مع المكاري عليا أنتم شايفين أولاد حرام بهذه الطريقة يضحكون علينا أي منطق هذا هذا إما حمار وإما ابن حرام وحكوا أيضا حكوا عن هذا المقدس الطرطبيلي الطرطبيسي وحكوا أيضا أنه كان إذا أراد الحركة إلى الحائر المقدس إلى كربلاء لأجل الزيارات المخصوصة يحتاط في صلواته بالجمع بين القصر والإتمام ويقول إن طلب العلم فريضة وزيارة الحسين سنة فإذا زاحمت السنة الفريضة يحتمل تعلق النهي عن ضد الفريضة بها وصيرورتها من أجل ذلك سفر معصية مع أنه كان في الذهاب والإياب لا يدعو مهما استطاع مطالعة الكتب والتفكر في مشكلات العلوم من هنا أخذ محمد رضا السيستاني منهجه في قضية الإفتاء والحكم بأن سفر طالب الحوزة أيام الدراسة الحوزوية إلى كربلاء لزيارة الحسين بأنه سفر معصية وتحدث عن أن المقدسين من السلف الصالح كانوا يعخذون معهم كتبهم الدرسية حتى لا يصدق على سفرهم من أنه سفر معصية هذا الهراء وهذا الخراء من هنا من هذا المضرط الأردبيلي من هذا الحمار الذي جاء يمشي مع أخيه الحمار من الكاظمية إلى النجاة نذهب إلى فاصل الكتاب الذي بين يدي هو قصص العلماء لمحمد بن سليمان التنكابني أصل الكتاب باللغة الفارسية وترجمه إلى العربية مالك وهبي هذه الطبعة طبعة ذوي القربى قموا المقدسة صفحة خمسمية وثمانية وثمانين رقم الترجمة أربعة وثمانين أحمد بن محمد المقدس الأردبيلي سأقرأ بعضا مما جاء في هذا الكتاب صفحة خمسمية وتسعة وثمانين وقد سمع عن البعض أن المقدس الأردبيلي لم يأتي بالمباح مدة أربعين سنة فضلا عن الحرام والمكروه فماذا كان يصنع في حياته الحرام لا يؤتى به هذا مفهوم المكروه لا يؤتى به المباح كيف لا يؤتى به فماذا يصنع في حياته إذن وقد سمع عن البعض أن المقدس الأردبيلي لم يأتي بالمباح مدة أربعين سنة فضلا عن الحرام والمكروه هكذا الأكاذيب هكذا هي الأكاذيب وقد تقدم أن المقدس الأردبيلي لم يمد رجليه للنوم مدة أربعين سنة لماذا أليس يستحب للإنسان حينما ينام أن يتمد أن يمد رجليه لماذا هو لا يمد رجليه هذا الأخرق وقد تقدم أن المقدس الأردبيلي لم يمد رجليه للنوم مدة أربعين سنة هذا لو كان يذكر في الحسينيات الشيعية سترتفع الأصوات بالصلوات حمير يضحكون على حمير وحمير يهللونه لحمير هذا هو الواقع الشيعي ومفخرة لنا أننا حمير لمراجع طائفة الحمير وقد تقدم أن المقدس الأردبيلي لم يمد رجليه للنوم مدة أربعين سنة من نامت عليها طهبوغة والبعض ينسب هذا للمير دامات ولعل كلتا النسبتين صحيحتان كما تقدم في ترجمة المير دامات هذه المناقب المكذوبة المسروقة حدثتكم عنها يوم أمس من أن هؤلاء لصوص يسرقون المناقب المكذوبة فهذه المنقبة المكذوبة كانت للمقدس الأردبيلي أولا سرقوها للمير دامات لأن المير دامات جاء في الزمان بعد المقدس الأردبيلي أيضا في صفحة 590 أن المعظم هو المدرط الأردبيلي أن المعظم ألقى بدلو في بئر في صحن النجف الأشرف ليستقي ماء فعندما أخرج الدل رآه مليئا بالذهب والعملات العملات العملات الذهبية من الدنانير رآه مليئا بالذهب والعملات فعلق الدنانير في البئر وقال إلهي أحمد يريد منك ماء لا ذهب هذه هم لهم يسمعون يسوي له صلوات المفروض المفروض هذه من تنسمع وراها فتزيج عراق مرتب اسمعوا هذه الحكاية ومن سخاء المقدس الأردبيلي ما ذكره السيد الجزائري سيد الجزائري نعمة الله الجزائري من تلامذة صاحب البحار ومن سخاء المقدس الأردبيلي ما ذكره السيد الجزائري في الأنوار النعمانية كتاب معروف للجزائري من أن طريقة المقدس الأردبيلي أنه كان يضع على رأسه عمامة كبيرة فإذا خرج من المنزل يقطع من تلك العمامة ذراعين أو أكثر ويعطيها للفقراء بحيث إذا رجع إلى المنزل تكون عمامته قريبة الانتهاء. شي سوون بها الفقراء؟ شي سوون بها؟ يعني يتمسعون بها بالمراحيض وين ودوها؟ بالله عليكم هذه الصورة المضحكة فهو يخرج بعمامة كبيرة وإنما وجد فقيرا نزع عمامته وقطع له قسما من العمامة إلى أن يعود إلى بيته فإنه يعود بقطعة صغيرة من عمامته هذه كرامات مراجعنا العظام لاقين الشيعة مطاية ويضحكون عليهم يضحكون عليهم من كراماته من أنه ألف حاشية على شرح مختصر الأصول للعضد وهذا الكلام مر علينا حينما كنت أحدثكم عن مختصر الأصول لابن الحاجب مر علينا وقرأت عليكم من الجزء السابع في وقتها من روضات الجنات في ترجمة محمد ابن علي العاملي إنه صاحب المدارك مدارك الأحكام كيف أن محمد العاملي مع الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني وهو خاله شيخ حسن خالوا محمد العاملي جاء إلى النجف ودرس عند المقدس الأردبيلي مختصر ابن الحاجب الناصبي وكان هو يدرس مجموعة من طلابه لمدة طويلة هذا الكتاب وكتب حاشية عليه هذا الكلام مر علينا فهو غاطس في قذارات علم الأصول الناصبي إلى سقف عمامته التي يقطعها قطعا حينما يخرج من بيته في آخر المطاف وكان في الحقيقة محققا ومدققا وشكك في كل مسألة بديهية مسودا هذا مسودا مجنون الذي يشكك في كل مسألة بديهية خبل هذا خبل معاقل هذه الوقائع إذا كان فعلا يقوم بها أن يخرج من بيته بعمامة كبيرة يقطعها تقطيعا ثم يعود بعمامة صغيرة هذا خبل هذا هذا خبل إذا كان فعلا يقوم بهذا ربما فعلها مرة مرتين كي ينقل هذا الكلام عنه وربما لم يفعلها لكنها الأكاذيب التي سطرت له سطرها الصفويون لأجل أن يفرضوه مرجعا على كل الشيعة خصوصا بعدما مات إبراهيم القطيفي انتهت حوزة الحلة استطاع الصفويون أن يقضوا عليها قضاء تام أنا لست مدافعا عن حوزة الحلة إنها قذارة طوسية أيضا ونجاسة طوسية لكنني أحدثكم عن برنامج صناعة المرجعيات وصناعة الشخصيات المزيفة دين مزيف مرجعيات مزيفة وفتاوى مزيفة هذا هو التزييف الذي تعيشه الشيعة منذ قرون منذ بداية الغيبة الكبرى نذهب إلى فاصل أعيان الشيعة لمحسن الأمين العاملي هذا هو المجلد الثالث من طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان في الصفحة الثمانين تحت العنوان المولى أحمد بن محمد الأردبيلي تحدث عنه طويلا أذهب إلى موطن الحاجة إنه الضراط الأردبيلي الفتوائي الذي تعلمه من مختصر ابن الحاجب في علم أصول الفقه الناصبي في الصفحة الحادية والثمانين ويحكى أنه كان إذا أراد زيارة كربلاء يحتاط بالجمع بين القصر والتمام ويقول طلب العلم فريضة والزيارة سنة فبناء على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده يحتمل أن يكون سفر الزيارة سفر معصية لاحتمال كون طلب العلم واجبا عينيا مع أنه كان لا يدع الاشتغال بالعلم في سفره مهما أمكان هذا الضراط الفتوائي الناصبي النجس القذر تعلمه من مختصر ابن الحاجب وهو يدرسه وقد درسه من قبل ويكتب عليه الحواشي والشروح ألا لعنة الله على دينه على دين المضرط الأردبيلي على هذا الدين الطوسي النجس ألا لعنة الله على فتاواه ألا لعنة الله على فقه وقذارته هذه آثارها بيننا اليوم آثار هذه القذارة وهذه النجاسة من هذا المضرط الأردبيلي العظيم حدائق المقربين حدائق المقربين سأخبركم من أين تعلم هذا الضراط مقدس الأردبيلي سأخبركم سأخبركم حدائق المقربين لمن لمحمد صالح ابن عبد الواسع الحسيني الخاتون آبادي المتوفى سنة 126 هو صهر المجلسي صاحب البحار هذه الطبعة هذه الطبعة الطبعة الأولى 1441 هجري قمري إنها الطبعة التي خرج نصوصها محمود النجار البحراني في المقدمة عن المؤلف 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 سليل الدوحة الهاشمية وفرع السلالة العلوية السيد السديد والعماد العميد والركن العتيد والمجيد المجيد الفقيه العلام والمتكلم الفهام شيخ الإسلام في إصفهان والمحتج بالدليل والبرهان الأمير السيد محمد صالح ابن عبد الواسع الحسيني الخاتون آبادي حشره الله مع أجداده سادة الأسياد ورأصني يا قدع ورأصني يا قدع هذا الهراء كله هذا الهراء كله لشخص هكذا يخاطب الملوك يخاطب من يخاطب الشاه إحسين الصفوي وهو أخبى شاه في الدولة الصفوية ماذا يقول عنه هذا الكذاب لذلك بعد أن ذكرت هذه القائمة من الألقاب قلت كما يقول المصريون رأصني ها قدع لأن الحقيقة هي هذه مسخرة مسخرة ماذا يقول في الصفحة الرابعة والأربعين وهو يتحدث عن سبب تأليف هذا الكتاب إلى أن رغب في هذا الزمان السعيد قرين العباد هذه أوصاف الشاه حسين الصفوي أغبى شاهات الدولة الصفوية قرين العباد من مكانه الثرية وركابه السماء ركابه السماء هو فوق السماء إلى أن رغب في هذا الزمان السعيد قرين العباد من مكانه الثرية وركابه السماء النواب المنصور هذا لقب فارسي النواب المنصور الشاه شاه مالك الرقاب ذو الحشمة السليمانية نسبة إلى النبي سليمان والهيبة الإسكندرية وذو الأعلام البيضاء والحشم الأنجمية نشان كسرى صاحب الأبواب ذو التاج الملكي العالي الخليق بالرواج الخسرواني هذه ألقاب ومضامين باللغة الفارسية شمس شمس ملك الاختدار وظل عاطفة الرحمن خصم المستعمرين المتربع على عرش تؤتي الملك من تشاء سلطان الأرض والزمان وارث ملك سليمان المخصوص بسرير العدالة والفلاح والمتمكن من الملكية والجلال والنجاح غرة ناصية السلطنة والإقبال قرة باصرة العظمة والإجلال كوكب برج الجلالة والسيادة وجوهر صندوق السعادة باني مباني المروءة والإنصاف وماحي هياج الجور والاعتساف محبك أوراق الملة والدين نسل سلالة الأئمة الطاهرين من كان الكمال فيك تاتيب إدراكه كفرد من الصبيان المفيد وأمثاله يقولون عن رسول الله وآل رسول الله قرأت هذا عليكم من كتبه في الحلقات المتقدمة من أن الرسول قبل الرسالة قبل النبوة لم يكن كاملة والحديث عن الأئمة كذلك قبل إمامتهم الفعلية وهذا هكذا يقول من كان الكمال في كتاتيب إدراكه كفرد من الصبيان ومن يشرق ومن يشرق مشعل المودة من شعاع شمع حرم ضميره المضي والذي بساتين الشريعة الغراء بميامن نسيم ألطافه غضة ونظرة ومن رشحات سحاب عدالته حدائق الملة البيضاء ريانة ومخضرة والذي وجد المنزون في صوامع الرياضة دعاءه مفتاحا لخزائن الفيض والذي أصبح التماس خلود دولته ورد لسان المعتكفين في مساجد العبادة من كانت إعانة الضعفاء على آمالهم وأمانيهم مقدمة في محفل خاطره القدسي وفي حجلة ضميره الأنور فإن التماس رضا خواطر المساكين في مقدم جذبة العاشقين الربيع هو نفسه حسين الصفوي الربيع المجمل لمرج الشريعة والدين المضفي رونقا على رونق ملة سيد المرسلين ما هي ملة كاملة فماذا أضاف عليها هذا السلطان الغبي المضفي رونقا على رونق ملة سيد المرسلين خلفوا الصدق لسلسلة الاصطفاء سمي خامس آل العباء هو حسين الصفوي سمي خامس آل العباء السلطان الأعظم الأفخم سلطان السلاطين قهرمان الماء والطين فرع الشجرة الطيبة النبوية غصن الدوحة العلية العلوية السلطان بن السلطان والخاقان بن الخاقان كهف الثقلين وأمان الخافقين الشاه السلطان حسين الصفوي الموسوي الحسيني بهادر خان لا زالت سماء دولته القاهرة مزينة بنجوم العظمة والإجلال وشموس النصرة والإقبال الذي اختص من بين سلاطين العصر والخواقين ذو الإنصاف بمزيد من حسن العقيدة وصفاء الطوية بل امتاز كذلك فيما بين سلسلته العلية بكمال الاهتمام في اقتفاء شريعة سيد الأنام ونشر آثار آبائه العظم إلى آخر كلامه كلام طويل كلام طويل يمتدح السلطان الصفوي كلمة واحدة من هذه الكلمات لا تصدق على شاه حسين الصفوي كذاب هذا هذا الذي قال عنه المحقق في وصفه معتمدا على كتب تراجم العلماء سليل الدوحة الهاشمية وفرع السلالة العلوية السيد السديد والعماد العميد والركن العتيد والمجيد المجيد الفقيه العلام والمتكلم الفهام أرأصني قدع والله نحن مضحك يضحكون علينا يضحكون علينا حسين الصفوي سلطان غبي لا يملك فهما ولا يملك علما ولا دين له سلطان ميال للترف السلطاني وسقطت الدولة الصفوية في زمانه بسبب غبائه وسوء تدبيره وبسبب انشغاله بالملذات والأمور التافهة إذن كيف أحسن الظن بهذا المؤلف هذا هو الذي يدعوني أن أقول لكم من أنني لا أستطيع أن أحسن الظن في هؤلاء سفلتنا هؤلاء يضحكون علينا نحن مضحكة بين أيديهم هذا هو صاحب كتاب حدائق المقربين صفحة 331 رقم الترجمة 131 الثامن عشر مولانا أحمد الأردبيلي قدس سره صفحة 334 وكان مكررا ما يخرج إلى زيارة تلك الحضرة إنه يتحدث عن الحضرة العلوية وكان مكررا ما يخرج إلى زيارة تلك الحضرة بعمامة نفيسة قد أهديت إليه فكان يصادف في طريقه مؤمنا لا عمامة له فيقطع عمامته إلى نصفين هذه خربة العمام خلل ليش ما تنطيل العمامة الكامل هذه خربة لا أنت راح تنتفع منها ولا ذاك راح ينتفع منها أحمار أنت أحمار أيها المضرط الأردبيلي أحمار أنت أحمار يا حبيبي وكان مكررا ما يخرج إلى زيارة تلك الحضرة بعمامة نفيسة قد أهديت إليه فكان يصادف في طريقه مؤمنا لا عمامة له فيقطع عمامته إلى نصفين ويعطيه نصفا ويضع على رأسه النصف الآخر أطباقات هذا أطباقات إذا كان يفعل هذا الأمر شيطان 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 حيرنا هذا ما ندري هذا مسودا خبيل شيطان أثول كلب ابن كلب من ندري شنو هذا فيقطع عمامته إلى نصفين ويعطيه نصفا ويضع على رأسه النصف الآخر ثم يصادف مؤمنا آخر ويفعل معه كما فعل مع الأول أي عمامة هذه فما كان يعود لبيته إلا وقد بقي من العمامة الشيء القليل بالله عليكم إذا كانت العمامة نفيسة فإن مقدارها سيكون محدودا إذا ما قطعناها إلى نصفين حينئذ لا ينتفع من هذه العمامة يضحكون علينا يضحكون علينا يكذبون علينا يضحكون علينا ونقلوا أيضا هذه حكاية الرسالة التي أعطيت له في الكاظمية فما ركب على الحمار حتى وصل إلى النجف حمار كان يسير بجانب حمار إذا كانت الحكاية حقيقية والكلام هو هو فيما يرتبط بسفر المعصية ونقلوا أيضا أنه كان يعزم في بعض الأحيان على الذهاب إلى كربلاء المعلات فلما كان يذهب إليها كان يصلي صلاته قصرا وتماما في الذهاب والعود وكان يقول حيث إن طلب العلم واجب وزيارة حضرة الإمام الحسين مستحبة وحيث أن السفر موجب لتقليل طلب العلم فإني أخشى أن يكون السفر سفر معصية أي علم أي علم عندك أي علم هذا الهراء الذي تفعله أنت هل هذا علمه فإني أخشى أن يكون السفر سفر معصية ولذا أصلي صلاتي تامة أيضا هذا المؤلف هذا المؤلف محمد صالح الحسيني الخاتون آبادي صهر المجلس أيها العزيز يخاطب المتلقي هو ألف الكتاب كما قال في مقدمة الكتاب لشاه حسين الصفوي أيها العزيز يخاطب المتلقي يخاطبني يخاطبك استمع وأنصت ولاحظ إلى أي درجة كان احتياط علماء السلف وإلى أي مدى كان اهتمامهم بالمطالعة والتفكر والاجتهاد والتصنيف بحيث أنهم كلما كانوا يذهبون لزيارة حضرة الإمام الحسين التي هي من أعظم العبادات وأفضل القربات وقل ما توجد عبادة لها ثوابها نفسه وقد وردت في بعض الأحاديث بلفظ الوجوب فإنهم كانوا يحملون معهم الكتب وكانوا ينشغلون بالمطالعة والتفكر في أثناء الطريق في الذهاب والعود وبعد ورودهم للمنزل ومع ذلك فإنهم كانوا يخشون أن يكون سفرهم محرما من جهة أن المطالعة في الحضر تكون أكثر من السفار وأهل العلم في هذا الزمان يتحدث عن زمانه هو توفي سنة ألف ومية أو ستة وعشرين للهجرة وأهل العلم في هذا الزمان يقضون أكثر أوقاتهم في لقاءات وزيارات أهل الدولة والأعيان وفي ضيافتهم ومرافقتهم ومرافقة المنسوبين إليهم لعد أنت كنت تسوي في بداية الكتاب هذا المديح أثول ابن الأثول كنت تسوي أنت في بداية الكتاب مو جنت تضحك علينا أمسطر هذه الألقاب والأوصاف لهذا السلطان وأهل العلم في هذا الزمان يقضون أكثر أوقاتهم في لقاءات وزيارات أهل الدولة والأعيان وفي ضيافتهم ومرافقتهم ومرافقة المنسوبين إليهم ولا يرد في خلدهم أصلا أنهم مأمورون بتحصيل العلم وأنهم خلقوا للمعرفة والعبادة للرفقة والضيافة إلى آخر الكلام هكذا يضحك علينا كيف نثق بهذه الكتب كيف نثق بهذا الهراء هذه الكتب التي ترجم فيها لعلماء الشيعة إنها كتب أكاذيب مثل ما يعاملون كتب حديث أهل البيت عاملوا كتب تراجم العلماء محصوها هذه الكرامات وأكاذيب ذول العلماء والمراجع السرسرية وهتلية وصاقطين وسفلة ومنائل والدي لا كرامات ولا معجزات ولا بطيخ ذول هم الهتلية الموجودين بالنجف الآن نشوفهم نفس الشيء كانوا في الأزمنة السابقة ها الهتلية مثل ذولاك الهتلية وذولاك الهتلية مثل ذولا الهتلية الحقيقة هي هي نذهب إلى فاصل تتصورون أني أول من نفى التقدس عن المقدس الأردبيلي أبداً صاحب الجواهر الذي تقدسونه في كتابه الجواهر نفى التقدس عن المقدس الأردبيلي هذا الذي أطلقت عليه من أنه المضرط الأردبيلي نستمع إلى بعض منظراطه بحسب ما نقل صاحب الجواهر هذا هو المجلد الثامن من طبعة ذات المجلدات الكبيرة طبعة مؤسسة المرتضى العالمية بيروت لبنان في الصفحة الخامسة والثلاثين في مبحث جواز غيبة المخالف إنه المخالف للعترة الطاهرة لا أريد أن أقرأ كل الكلام الوقت يجري سريعاً وعندي مطالب مهمة لا بد أن أضعها بين أيديكم قبل أن ينقضي وقت الحلقة صاحب الجواهر هنا كما عليه أكثر علماء الشيعة في مسألة جواز غيبة المخالف المخالف لا حرمة له المخالف للعترة الطاهرة لا حرمة له يجوز غيبته ويجوز لعنه إن لم يكن واجباً يجب علينا أن العنو المقدس الأردبيلي لا يجيز غيبة المخالف مقدس مقدس إنه يضرط من فوقه ومن تحته هذا هو المقدس الأردبيلي لا يجيز غيبة المخالف ولذا ماذا يعلق صاحب الجواهر على فتوى المقدس الأردبيلي والخراساني في الكفاية أيضاً في الكفاية الخراساني هذا ما هو الخراساني صاحب كفاية الأصول هذا محمد باقر الخراساني الكفاية في الفقه فصاحب الجواهر أعاش قبل صاحب كفاية الأصول فلا يحدث هذا الاختلاط وظاهر الخراساني في الكفاية هذا محمد باقر الخراساني في الكفاية في كتابه الكفاية في الفقه هو تشابه أسماء هذا الأثول الخراساني أيضاً يتفق مع المضرط الأردبيلي في هذه القضية في قضية عدم جواز غيبة المخالف هكذا يعلق صاحب الجواهر لكن لا يخفى على الخبير الماهر الواقف على ما تضافرت به النصوص بل تواترت من لعنهم وسبهم وشتمهم وكفرهم وأنهم مجوسوا هذه الأمة وأشروا من النصارى وأنجسوا من الكلاب يقول لا يخفى على الخبير المهر أن مقتضى التقدس والورع خلاف ذلك إذا كنت أنت مقدساً فإن التقدس والورع الذي أنت عليه كما تدعي يخالف ما تضافرت به النصوص بل تواترت أنت تخالف في تقدسك هذا الخرائي ما جاء عن النبي وآل النبي صلوات الله عليه ولذا ينفي عنه التقدس أن مقتضى التقدس والورع خلاف ذلك فإن تقدسك هذا يَا أَيُّهَا الْمُقَدَّسُ الْأَرْدَبِيلِيُّ تقدس خرائي قذر نجس كدينك القذر النجس من أين جاءنا المقدس الأردبيلي بهذه الفسوى النجسة من أين جاءنا محمد رضا السيستاني جاءنا بهذه الفسوى من المقدس الأردبيلي وكذلك السبحاني السبزواري الأب السبزواري الأبن والذين يؤيدونه جاءنا بهذه الفساوى القذرة النجسة من هذا المضرط الأردبيلي من المقدس الأردبيلي المقدس من أين جاءنا بهذه الفتوى تبريرا بحسب ما نقل عنه ولا ندري هل نقل عنه أم أن الذين نقلوا الحكاية وجدوا هذا التبرير تبريرا إنه أخذه من أصول الفقه من النواصب من أعداء العترة الطاهرة لكننا إذا أردنا أن نبحث بالدقة من أين أخذ الأردبيلي هذه الفسوى إذا رجعنا إلى القرآن فإن القرآن يعارض هذه القذارة وإذا رجعنا إلى حديث العترة فإن حديث العترة يعارض هذه القذارة إذن من أين جاءنا هذا القذر بقذارته هذا إذا نظرنا إلى الذين سبقوه من الطوسيين فإننا لا نجد طوسيا تحدث عن هذا الموضوع في الكتب المتوفرة بين أيدينا ربما يمكن أن أحدا تحدث لكننا لا نمتلك اطلاعا على ذلك بحدود الاطلاع المتوفر بحدود المعطيات المتوفرة فإن أول من تحدث في هذا الموضوع هو هذا المضرط الأردبيلي المضرط الأردبيلي المتوفى سنة تسعمية وثلاثة وتسعين من أين جاءنا بضراطه هذا لقد أخذه عن ابن تيمية لأن ابن تيمية سبقه في هذا إذا أردنا أن نعود إلى تأريخ ابن تيمية ابن تيمية توفي سنة سبعمية وثمانية وعشرين المقدس الأردبيلي توفي سنة تسعمية وثلاثة وتسعين هذا الكتاب موسوعة كبيرة تتألف من سبعة وثلاثين جزعا كبيرا هذا هو الجزء الأول من هذه الموسوعة مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية قدس الله روحه هذه الطبعة سنة ألف وتسعمية أو سبعة وتسعين ميلادي الجمع والترتيب لعبد الرحمن ابن محمد ابن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي هذا الذي يقال له الفتاوى الكبرى الفتاوى هو هذا مجموع فتاوى ابن تيمية هذه الفتاوى جمعت في هذه الموسوعة من أشهر فتاوى ابن تيمية التي تميز بها هو أنه كان يفتي بأن السفر إلى زيارة قبر النبي سفر معصية فيجب على المسافر لأجل زيارة قبر النبي بهذه النية يجب عليه أن يصل التمام لأن سفره سفر معصية هذه الفتاوى شهيرة عن ابن تيمية وعن تلميذه عن تلميذه ابن قيم الجوزية ابن تيمية هو تقي الدين أبو العباس أحمد المعروف بابن تيمية من علماء الشام في الأصل عراقي ابن تيمية في الأصل عراقي الحراني حران مدينة عراقية في القديم بعد ذلك ألحقها العثمانيون بسوريا صارت جزءا من ولاية حلب لكن في معاهدة لوزان سنة 1923 ألحقت بتركيا وهي موجودة آثار المدينة القديمة في جنوب تركيا مدينة حران في الأصل عراقية موصلية فابن تيمية فابن تيمية في الأصل عراقي من الموصل من حران ولكنه انتقل إلى الشام وعاش في الشام وتوفي في الشام أيضا في دمشق توفي سنة سنة سبعمية وثمانية وعشرين للهجرة في شهر ذي القعدة توفي في السجن لماذا توفي في السجن لماذا توفي ابن تيمية في السجن تعالوا كي نسأل التأريخ ابن تيمية سجن عدة مرات سجن لأكثر من مرة وآخر مرة سجن فيها ابن تيمية ومات في حبسه مات في حبسه مات في شهر ذي القعدة سنة سبعمية وثمانية وعشرين بداية حبسه كانت في شهر شعبان سنة سبعمية وستة وعشرين لماذا حبس ابن تيمية في هذه المرة والتي مات فيها في حبسه بسبب هذه الفتوى لأنه كان يصر عليها كان يصر على هذه الفتوى فهاج الناس عليه هاج الأمويون علي الشاميون علي أتباع بني أمي شيعة آل علي كما يقولون يطربون لهذه الفتوى من مراجعهم ويقدسونهم تلاحظون الفارق الكبير هاج الناس علي مما اضطر الحكومة أن تقوم بحبسه فحبسه ومن حبس معه حبس معه تلميذه ابن قيم الجوزية ابن قيم الجوزية هو محمد ابن أبي بكر أبوه كان قيما قيما للمدرسة الجوزية مدرسة دينية في دمشق تعرف بالمدرسة الجوزية والده كان من رجال الدين وكان قيما مسؤولا على المدرسة الجوزية للاختصار يقال له قيم الجوزية لأبيه هو قيم المدرسة الجوزية ولده محمد هو محمد ابن أبي بكر قيم الجوزية فعرف بابن قيم الجوزية ويقال له أيضا ابن القيم التلميذ المخلص لابن تيمية آراؤه آراؤه فتاواه فتاواه ابن قيم الجوزية هو الآخر يصر على هذه الفتوى على الإفتاء بأن الذي يسافر بنية زيارة قبر النبي وهو ذاهب إلى الحاج فإن سفره سفر معصيا وإنما يجب عليه أن ينوي الذهاب إلى الحاج وأن ينوي الذهاب إلى مسجد النبي للصلاة فيه لا أن يزور النبي فحين فحينما يذهب إلى المسجد ليصلي فيه يسلم على النبي ولا يجوز له أن يقول من أنني زرت قبر النبي فالذي يذهب بنية زيارة قبر النبي سفره سفر معصية لماذا لأنه ترك نية الواجب يجب عليه أن ينوي من أنه يسافر لأداء الحج الواجب أما زيارة النبي لا تجوز وإنما يذهب إلى مسجد النبي كي يصلي في مسجد النبي وهناك يسلم على النبي ولا يجوز له أن يقول من أنني أزور قبر النبي أصل الحكاية هنا الكلام هو هو طلب العلم واجب زيارة الحسين مستحبة لا يجوز للإنسان أن يسافر لزيارة الحسين إذا كان منشغلا بالدراسة الحوزوية الواجبة سفره سفر معصية ألا تلاحظون أن الجذر واحد المضرط الأردبيلي أخذ الفتوى منها هنا مات تعرض للضرب المبرح وبعد ذلك شهروا به على حمار جالوا به في أزقة دمشق والأطفال يضربونه والناس يضحكون عليه بسبب هذه الفتوى هكذا فعل الأمويون والشاميون أن نواصب معها أهلاء الشيعة في النجف وفي كربلاء وفي العراق وفي دول الخليج تصفق لهؤلاء وهم يصدرون الفتاوى النجسة نفسها أصل ديننا ابن تيمية أصل ديننا ابن الحاجب الكردي المالك الناصبي ألا تلاحظون أن أصل ديننا لا علاقة له بدين العترة الطاهرة دائما أقول لكم دين العترة شيء وهؤلاء ما هم بشيعة العترة هؤلاء شيعة الطوسي أنتم أنتم لستم شيعة للعترة أنتم شيعة الطوسي أنتم شيعة الخوئي أنتم شيعة محمد باقر الصدر أنتم شيعة السيستاني أنتم شيعة هؤلاء لا علاقة لكم بدين العترة الطاهرة أنتم شيعة المضرط الأردبيلي أنتم شيعة ابن تيمية أنتم شيعة ابن قيم الجوزية أتحفونا أتحفونا بالوائلي وماذا يخبرنا عن ابن قيم الجوزية الناطق الرسمي العقائدي باسم النجف الأشراف الشام مر وبيه علماء ومر بيه ابن قيم الجوزية جيب لنظير ابن قيم الجوزية ابن قيم الجوزية تلميذ ابن تيمية باسمور باسمور بيه هذا الرجل اشقد عنده مؤلفات واش كثر بيها عطاء هاي المؤلفات جيب لشخص اليوم من أكبر جامعيين خلي يتسع وقت ليعطي عطاء ابن قيم الجوزية يأخذون عباقرة والعبقري مثل يدار تقول تعال سير مثل جمانك يقول لك اذا صرت مثل جماني انا مو عبقري هؤلاء علماءكم هؤلاء خطباءكم هذا هو دينكم القذر الذي احذركم من انا احذركم من هؤلاء الانجاس رجاء اعيد بث الفيديو الشام مر وبيه علماء ومر بيه ابن قيم الجوزية جيب لنظير ابن قيم الجوزية ابن قيم الجوزية تلميذ ابن تيمية بسمور بيشوف هذا الرجل اسقد عنده مؤلفات واسكثر بيها عطاء هاي المؤلفات جيب لشخص اليوم من اكبر جامعيين خلي يتسع وقت ليعطي عطاء ابن قيم الجوزية يأخذون عباكرة والعبقري اتحفون بما يقوله الوائلي عن المأمون العباسي لعنة الله عليه كان اطبح الناس كان الرشيد يلعب ويا جبيدة يوم من الايام يلعبون قداح قمار فبأثنا القداح بأثنا القمار قالت اشترفت عليه اذا غلبته ان يحكمها بما تريد وفعلا غلبته قالها انت محكم بما تريدين قالت لابد وانت ضاجع مملوكتك هاي جاريتك ضاجعها جارية من اقبح الجوارئية كامت نعم ضاجعها طلعت المأمون وترى المأمون ماكو اروع منها لا تتصوي المأمون لك ما تلقى لنظير عند العباشيين ابدا مأمون روعة يعني فالنموذج جدا رائع مشرف المأمون روعة اسمعونا اطربونا بما يقوله الوائلي ابو سمير ايضا عن المأمون بالمناسبة انا شوية ما اريد اطب شوية بالموضوع بصورة مفصلة لكن انا ابرلك ترى لفيف من المحققين من كبار المحققين ما يعتقدون ان المأمون صدرت منه اساءة لأهل البيت ابدا وحتى اشتراك في سم الرضا ما يعتقدون بهذا المعنى وهو قريب الى الصلاة بالرأي لان ما اريد اناقش اكون اتريد لمجلس خاص لان هذا الرجل الى مواقف عجيبة في نصرة اهل البيت واسمعونا ماذا يقول عن حديث امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه الرأي الثاني لا هذا ينسب علما ان هم اش اكعدهم الحقيقة اش اكزبالة اذبوها عشيعة شايف في كل شيء اشتصر اكزبالة احيانا اجبالتهم له مع الاسف ليش هذا ظلم شايف هذا الواقع يقول الشيعة يقرون الاية هكذا فاذا فرغت فانصب يعني انصب الامام رأسا مباشرة انصب الامام انا قرأت الرواية قلت خل ارجع لتفاسيرنا الله يعلم قلت خل ارجع لتفاسيرنا ادورها اشوف اكو عندنا هيتشراي ولو رأي مخرف اشوف هالرأي هذا موجود تفاسيرنا تفضل عندنا امهات التبيان للشيخ الطوسي مجمع البيان للطبرسي مثلا افرض تفسير السيد الطباء طبائي مثلا تفسير الكاشف افرض من التفاسير المحدثة تفاسير الاخم مريت بما تيسر عندي من التفاسير ابدا الله وكيلك ولا الى اثر الاحجاية بالمرة منين واحد انها امهات الخراء التفسير حددتكم عن هذا الموضوع يوم امس والى ما يقوله الوائلي عن تفسير امام زماننا لكاف ها يا عين صاد اتشقدت لقالك فالمفشر يجي يقول لك كاف ها يا عين صاد الكاف كربلا والهاء هلا في العطرة والعين ما اجل شنو ويقوم يسطر لكم الحكي الماجه ما هاي تفاسير وهي بعيد عن روح القرآن القرآن العطاء الضخم ما يجي بهالمحاولات هذه الماجه شنو هاي البسيطة هاي عقلية وحدة عندها مضجل عجوج مخرجة كلام ما يقبل بحال من الأحوال أبدا هاللون من التفسير لا يقبل بحال من الأحوال ماذا تقولون أنتم بعد طرح هذه الحقائق إلى السستاني وهو يكرم على الوائل وأجدد ثانية شكري للمرجعية الملأمة للإمام السستاني ولقنواته التي قامت بهذا العمل الذي قد لا أشتحقه بعضا وإلى الخصائص الوائلية صاحب الذكرى حقيقة هذا رجل العظيم عميد المنبر الحسيني أقول ليس فقط من حقه علينا بل من حق المنبر الحسيني أن نخلد ذكره وأن نخلد مدرسته لذلك أمل من الأخوة ساتذتنا الكرام الأخوة عملة المنبر الحسيني أن يكون هناك مؤلف لعله قد أبالغ لا أعلم أن يكون بعنوان الخصائص الوائلية وإلى الوائل مرة أخرى وهو يحدثنا عن ابن قيم الجوزية الشام مر وبيه علماء ومر بيه ابن قيم الجوزية جيب لنظير ابن قيم الجوزية ابن قيم الجوزية تلميذ ابن تيمية بس مر بيشوف هذا الرجل إيش قد عنده مؤلفات وإيش كثر بيها عطاء هاي المؤلفات جيب لي شخص اليوم من أكبر جامعيين خلي يتسع وقت ليعطي عطاء ابن قيم الجوزية يعتدون عباكرة والعبقري ما تقدر تقول له تعال مثل زمانك يقول لك إذا صرت مثل زماني أنا مو عبقري أقرأ عليكم من صفات الشيعة للصدوق إنه الحديث الرابع عشر بحسب تسلسل الأحاديث في هذا الكتاب عن أحمد ابن محمد الخزاز قال سمعت الرضا صلوات الله عليه يقول إن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت لمن هو أشد فتنة على شيعتنا من الدجال فقلت له يا ابن رسول الله بماذا قال بموالاة أعدائنا ومعاداة أوليائنا إنه إذا كان كذلك اختلط الحق بالباطل واشتبه الأمر فلم يعرف مؤمن من منافق هؤلاء بقضهم وقضيضهم بكل حوزتهم بمراجعهم بخطبائهم بفضائياتهم بالمعممين وغير المعممين من أتباعهم القذرين يؤدون هذا الدور فتاوى ابن تيمية الوقت صار طويلا إنها موجودة في الجزء الأول من مجموع فتاوى ابن تيمية في الجزء الرابع في الجزء السادس والعشرين في الجزء السابع والعشرين غدا سأقرأ عليكم فتاوى ابن تيمية هذا هو مصدر ديننا من هنا أخذ محمد رضاء السستاني دينه هو لا يعلم بهذا هو أخذ دينه من المضرط الأردبيلي اقتداء بالمضرط الأردبيلي وإلا فإن محمد رضاء السستاني لا علم له بهذا جعفر سبحاني أيضا لا علم له بهذا أخذ فتاواه وأخذ دينه من المضرط الأردبيلي عبد الأعلى السبزواري كذلك ولده علي السبزواري من المراجع المعاصري البقية الباقية أخذوا دينهم من المقدس الأردبيلي من المضرط الأردبيلي والمضرط الأردبيلي أخذ دينه من ابن تيمية وابن قيم الجوزية عرفتم الحكاية اشتركوا في القناة